طبعاً لازم يعني طبعاً كلنا عارفين كلنا عارفين نعمل في رمضان بس أهم حاجة إن إحنا إيه يعني متاخدناش الحياة ومتاخدناش يعني انشغلاتنا في الدنيا عن ذكر الله أهم حاجة تسبيح أسكار الصباح والمساء دي إحنا أنا أعتقد في الأيام العادية كمان قبل رمضان أيوة تعالي بقى في رمضان يعني لو إحنا ما بينقولهاش أكيد في ناس بننساها في زيادات أبادات طبعاً في الصيام وكده طبعاً الصدقة يا سلام من أول يوم دي الصدقة سوابها عظيم جداً عند ربنا سبحانه وتعالى لازم يعني لازم نواصب على التسبيح يا جماعة التسبيح والاستغفاء والحوقلة لما لا حولها ولا قاتل قبل والصلاة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام دي حاجة عظيمة جداً يعني إحنا مش مفروض نخفل عنها في الأيام العادية فما بالك في رمضان فيها دكتورة للأسف إن هم بيصوموا على الأكل فقط لا ده الصيام ولكن بيعملوا كل حاجة هم بيعملوا في الأيام العادية والزنوب وكل حاجة ويقول أنا صايم فيه ناس مش بتصلي وبتفضل نايمة طول اليوم فيه ناس مش بتشتغل هل يجوز لهم صيام؟ هم أكيد هم كده بيقدوا العبادة لكن كسواب بقى هم يعني تعتبر عبادتهم إيه مش مكتملة فين الصيام فين الصلاة يا جماعة ما هم مش الصوم عن الأكل الطعام والشرام فقط عن سائر يعني اجتناب كل شيء يغضب ربنا سبحانه وتعالى مش أكله شربه بس لا ده أنا بكون حذر في التصرف قبل القول أنا آه مسكت لساني ومش هتكلم طب فعلي بقى يعني أنا أنا صايمة روح أسرق طب أنا ما مسكتش جوارحي ما هو الصيام امساك عن الطعام والشراب وسائر المحرمات علشان الإنسان يتعود على كده يوم يطلع من شهر رمضان مستفيد أنه هو إيه ما يعملش يلاقي نفسه إيه لا ده أنا كنت بقى أم صلي القيام طب أم صلي بقى القيام لا ده أنا كنت بقى أرى الكرام في الفترة من المغرب لحيا من بعد صلاة المغرب كده لحد فترة صلاة العشاء لا يبقى أنا أتعود يوم يوم بعد كده إيه الإخلاص في العبادة هو ده اللي مفروض علينا نعمله علشان ربنا يرضى علينا ما نفضلش إيه يعني مشاغل الحياة وغدانة ونبعد عن ربنا ونرجع لما الواحد تحصل له مشكلة أو يحصل له يعني لقدر الله مصيبة يوم يفتكر الله ده أنا ما صليتش الصلاة في وقتها ده أنا نسيت النهاردة ما قردش الأسكار الله ده أنا نهاردة ظلمت وقت الابتلاء طب أنت طب كنت فين علشان الابتلاء ده ما يجي لكش أساسا أنت لو أنت محافظ على واستقمت وحافظت على كل ربنا أمرك به ومش طالب منك حاجات صعبة هو طالب حاجات سهلة جدا على أي إنسان أنه هو يعمل بس أنت تقاوم نفسك في رمضان وتقاوم الشيطان بعد كده بعد رمضان تقاوم الشيطان ونفسك في رمضان بقى أنت بتعمل كنترول لنفسك عن فعل أي شيء يغضب ربنا سواء كان بالقول وسواء كان بالفعل ترجمة نانسي قنقر